تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من أنتونيو تاياني وزير خارجية إيطاليا وذلك في إطار متابعة تطورات التصعيد الجاري في قطاع غزة وبين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مناطق متفارقة وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الوزير شكري أكد خلال الاتصال أهمية العمل على وقف تصعيد الجاري بكافة السبل والحيلولة دون انزلاق الوضع إلى المزيد من العنف والمعاناة الإنسانية وتعريد حياة المدنيين للمخاطر موضحا أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من وقوع هذا السيناريو المؤلم نتيجة غياب أفاق الحل والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد الممتلكات والحقوق الفلسطينية كما عود الوزير شكري التذكير بأهمية تكتيف الجهود الدولية والتنسيق بين جميع الأطراف المؤثرة من أجل الدفع بمسار التهدئة وحث الأطراف على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحيلولة دون الدخول في دائرة مفرغة من المواجهات المسلحة معكدا على المخاطر الوخيمة لهذا الأمر على المدنيين الأبرياء وتبعاته على الأمن والاستقرار في المنطقة واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مشيرا إلى اتفاق الوزيرين على استمرار تشاوري عن كتب لدفع بجهود احتواء الأزمة خلال الأيام القادمة